سلام وشراكم إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله تكونوا بكملح يا ربي رمضان مبارك ربي قدرنا وتقبل منا إن شاء الله يا ربي يكون شهر مغفرة ورحمة علينا كامل يا ربي اليوم أجدكم فيديو جديدة اللي كنتوا طلبتوها مني بزاف 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 وهي البروغرام بتاع الباك كيفاش نقرأ في رمضان بس كو بزاف منكم رهم خايفين على رمضان هذا العام بس كو راكو نوعا ما جديد عليكم رمضان ما رحش يكون كيمال رمضان ليفات ولا نوعا ما جديد عليكم لأنكم عندكم باكالوريا مي ما تخافوش عادي درت لكم بروغرام هايل رح يخرج عليكم درت لكم زوج برنامج صباحي ودرت لكم أيضا برنامج ليلي يعني رح يكون نوعين في هذا الفيديو بالنسبة اللي يحبوا يقرأ وصباح ينوضوا بكري ولا الناس اللي يحبوا يقرأ وفي الليل دونك في زوج راني حاولت اني اندلكم ونتهل عليكم حابيت نقول لكم برك باللي ما تخافوش نورمال بالعكس رمضان رح يفيه بزاف ايجابيات وفيه بزاف سوالح مليحة اه سو لما نطول عليكم اذا كنتوا جدد علي القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم بكامل جدا جدا تاعي لاني رح نبدأ نحط فيديو هات هاي لا وايضا ما تنساوش انكم تبارتاجوا الفيديو معك كامل سحابكم بس كو بزاف را هم خايفين من البروغرام بتاع الباك كيفاش يقرأوا يعني نقرأ في الليل نقرأ في الصباح شحال نقرأ ويقولوا باللي راني نعودوا تعبانين وكيفاش نديرو دونك سيتو بلاي بارتاجوا معاهم هذي الفيديو باش يعرفوا وشي خيروا البروغرام لي ناسبهم وهيا نبدأوا دي غاك تومو موسيقى انا في هذا الفيديو خيرت اني ندلكم برنامجين يعني برنامج صباحي وبرنامج ديلي علش لانه الناس ينقسموا لتو كاتيجوريز يعني زوج اصناف كينا الناس اللي تحب تقرأ في الصباح وكينا الناس اللي تحب تقرأ في الليل دونك انا رح نقرأ لكم هذا البروغرام تعصباح ونقرأ لكم بروغرام تعالليل كيفاش نظموه وكيفاش تسيرو الوقت نتاعكم وبعد انتو ما بعد ما نقرأ لكم وتفهموا اكزاكتو ما خيروا وش هو الحاجة اللي تخرج عليكم بس كو ماشي كامل يطح عليهم الصباح وماشي كامل يطح عليهم الليلي ونصيحة انتاعي انايا انو تجربوهم ماشي برك تخيروا هكذاك شوفوا كنديلكم هذو زوج اكتبوهم في زوج بعد انتو ما وش تديرو رحوا جربوهم في زوج مثلا جربوا تقرأوا نهارين بالبرنامج الصباحي ونهارين بالبرنامج الليلي وشوفوا وش هو النهار اللي حسيتو انو صح خدمتو فيه بزاف وما تعبتوش هذاك هو البرنامج ليكملوا فيه بس كو بزاف منكم رح يكونونوا حاسب لهم مثلا البرنامج الليلي هو ليخرج عليهم يقولك انا صباح ما نقدرش النوط بكري بالصح ما تقدرش تعرف الا اذا جربت لأي رغم يقولوا برنامج الليلي هو ليخرج علي يا شوفوا ثاني صباحي لازم تجربوهم في زوج وله ليقولك البرنامج صباحي انا يعجبني والبرنامج الليلي مايعجبنيش لا تستطيع أن تقرروا لكي يجب أن تجربوهم في زوج لكي تستطيع أن تدخلوا من نوع نبدأ بالبرنامج الصباحي لأنا نفضله شخصيا و كنت نقرأ به لأنه يحسروا راقد و مريح و يجب أن تنظروا على الخمسة و نصف و العقل يكون في أعلى درجات التركيز و يكون كاين واحد الكلم لذلك الكلم ستستغلوه في أنكم تقرأوا بيان لذلك نصحكم بالبرنامج الصباحي و يجب أن تجربوا في زوج و يجب أن تخرج عليكم البرنامج الصباحي لتعكم وقته يبدأ يبدأ من الخمسة و نصف حتى العشرة و نصف و لماذا الخمسة و نصف؟ يعني بعد الصحور كي تصحروا و تصليوا و تبدأوا و تضيغا كتموا من الخمسة و نصف للعشرة و نصف و ماذا ستقومون فيها؟ عندكم مادة حفظ و مادة أساسية فهمتوني مادة حفظ هذه أنا كنت ندلها ساعة و نصف و و المادة الأساسيان الترغيب ستقومون بماده الأساسيان لأن المادة الأساسيان مهمة سنزلها وقت قد أكثر و صح مادة الحفظ نزلها ساعة و نصف لأن نحاول أن المادة الأساسية نزلها وقت كغير و لكن تنسبة معنا أن الأخرى المواد الثانوية من المادة لهم لا يوجدت وقت لا يوجد المادة لهم بصح حالة تكون أعلى قليل醒ا في الوقت لأنه الكونفيسيون تاحة عالية مادة حفظ راح تديرو شريعة ولا فلسفة ولا اجتماعيات ولا بالإسانسيال مادة الحفظ والمادة الأساسية تديرو لحسابكم إذا كنتوا لغات تديرو واحدة من اللغات إسبانيول إيطانية تديرو ألمان تديرو فرنسي أنجلي عربية واحدة من هذه اللغات وإذا كنتوا سيونتيفيك أكيد راح تديرو رياضيات ديرو علوم ديرو فيزيك يعني في حساب الشعبان تاعكم لإسانسيال مادة حفظ زائد مادة أساسية وبعده وش عندكم عندكم الفترة من العشر ونص حتى للوحدة ونص هدي وش تديرو فيها وهنا يا كي تقرأوا من العشر ونص راح تكونوا كاوي من الخمسة ونص إلى عشر ونص بزاف فهمتوا تكونوا بزاف عيانين ونعتينين بزاف دونك هذه الفترة أنا نصحكم أنكم ترقدو فيها من العشر ونص حتى الوحدة ونص راحة رقدو فيها مشي تقعدو برك نان رقدو باش نضوا انفو ومن ثم من الوحدة ونصف للربعة ونصف وش تديرو هنا يأكيد تكونوا نفتو صليتو ايتو تديرو مادة أساسية واحدة أخرى إذا كنتوا شعبة لغات راح تديرو مثلا هذي زرتوا فيها عربية ديرو في هذي اسمانيول ولا آنجلي ولا الإسانسيال تكون المادة الأساسية مغايرة ما تديروش واحدة ما تديروهمش كيف كيف فهمتوا فهمتوا فهذه تكون وحدة وهذه تكون وحدة باش تكونوا قريتوا زوج مواد أساسية فنها فهمتوني دونك بدلوا من الوحدة ونصف حتى الربعة ونصف تديرو مادة أساسية إذا كنتوا سيناتفيك أكيد راح تديرو علوم ولا تديرو مات ولا فيزيك ولا المادة الأساسية اللي عندكم إذا كنتوا كهرباء راح تديرو كهرباء مع لا بليش أنا لحسب شعبة أمتلكم الإسانسيال المادة الأساسية المادة الأساسية هي ج burn za allcomfession يكون عالي دونك نديرو المادة الأساسية وبعدها عندكم من الربعة ونصف حتى للمغرب هذه على حساب المتعين إذا شفت رحك قادر تقرأ وعادي هذه من ربعة ونص للمغرب جنيغال ما تكون فترة صعيبة كي يبدأ يقرب الوقت تكونوا تحسوا باللي فشلتو وخلاص جعتو كي مع لابنة كامل دونك هذه فترة اختيارية على حسابك سوختوا لبنات إذا كنت طيبي رح هذه الفترة ما لغو زمو رح تروح لك مي إذا كانت ماما كيالي طيب ولا عندك اختك واحدة أخرى ولا رح تقرأي فيها وإذا شفتوا يروحك انفاغ هذه اللي تقرأي فيها سوختوا الناس اللي راهم روتار ولا مقرأوا شخلاص عندهم هذو شهرين بارك ننصحكم انكم تقرأوا فيها مين الناس اللي قارية من قبل في شهر اللي فاتوا هذوك عادل انكم تدوها راحة نورمال بسح الناس اللي راها روتار أقرأوا في كل وقت بس كو لازم تقرأوا في كل وقت باش توصلوا فهمتو دونك عدكم من ربعة ونص حتى للمغرب مادة ثانوية ديروا مادة ثانوية علاش لأنه تركيز بتاعكم يكون قل وتبدو وتتعبو وتخسو باللي جوعتو يعني تكونوا تعبتو Derkis يكون القلب لساعكم دونك لازم تديروا مادة ثانوية لأنه المادة ثانوية جانا غالما ولا التحقش بزا في ذاك التركيز فهمتو إذا كنتوا شعبت لغات راح تديروا رياضيات ولا فلسفة ولا فهمتو ديروا مادة من لما قررتوها في الصباح مثلا زباح تدرتوا مادةizi täطرة على هذه المادة مادة شراعة هنا المادة الثانوية رح تديروا رياضيات ولا تديروا فلسفة ولا اجتماعيات ولا الحسبوش عندكم فهمتوا والرياضيات سيتو بلي اقراوها للشعبات اللغات بس كو جينيغان مو ما يقراوهاش ركزوا ثاني للرياضيات ونصحكم بالأستاذ نوردين اقراوها من عنده دونك ديروا مادة ثانوية وبالنسبة للشعب العلمية ديروا لغة من اللغات ديروا فرنسي ولا انغلي ولا ديروا عربية ولا دونك مادة ثانوية عندكم ديروها هنا هذه بالنسبة للعلميين وبعدها عندكم من المغرب إلى العيشة هذه أروبو من المغرب لعيشة هذه بعنبلي فترة تكونوا تعبتوا فيها لإنه تكونوا نساحها فطرتوا وبعدها تكونوا ذقال بعدما كليتوا واتستطيعوا نكرة Vouer ومبعدهاef Orchestra فطرة الأخيرة في النهار واجه عندكم من inference ونص حتى 11.5 ال 11 ونص ترقدوا ما فيهاش فهمتوني باش تقدرون عليش ترقدوا ال 11 ونص لانه الصباح تنوضع لل 5 ونص لازم ترقدوا ال 11 ونص وما تقولوا ليش رمضان انه قعدوا نصهرهم على فامي كما وما الفين نجيبوها حتى للزوج والله حتى للصحور نو رمضان تساعكم هذا العام مختلف يا جماعة وسختوا للناس اللي راها مقراتش كامل لازم ديروا المكسيموم انكم اي وقت تقرأوا فيه فهمتوا لازم ترقدوا بكري باش تقدروا انكم تنوضوا بكري على ال 5 ونص بالنسبة للناس لخيرة البرنامج الصباحي الفترة هذه منطعة ونص حتى ال 11 ونص وش تديروا فيها سواء تديروا فيها مراجعة للمادة تعال حفظة اللي قريتوها الصباح مثلا نحفظتوا شارعة تعاودوا تراجعوا فيها شارعة وش راجعتوا في المادة الاساسية ثانية تراجعوها ولا اذا كنتوا ما كملتوش القراية نتاعكم تعال مادة من المواد الاساسية اللي قريتوهم ولا اي مادة اللي قريتوها وما كملتش فيها الحاجة اللي كنتوا حابين تكملوها تكملوها هنايا يعني مراجعة مادة الحفظ تكملت مراجعة مادة من المواد اللي قريتوها دونك عندكم مراجعة مادة للحفظ وعندكم ثاني تكملت مراجعة مادة من المواد اللي ما قريتوها اش سواء المادة الثانوية ولا المادة اساسية وحدة فيهم اكيد تكونوا ما كملتوها جبالك تكملوها ولا اذا كنتوا كملتوها تعاودوا تراجعوها فهمتوني لك. نفوت وضرك البرنامج الليلي. عندكم اول فترة تبدو بها هي من ال 12.5 حتى ال 5.5. وش راح تديروا فيها راح تديروا فيها مادة تحفظ زائد مادة اساسية. لحسب الشعب انتعكم وش هي. تخيروا المادة الاساسية اذا كنتوا سيونتي فيك راح تديروا رياضيات علوم فيزيكيتو. اذا كنتوا لغات راح تديروا لغة من اللغات اسبانيول آلمو اه ايطاليا تديروا فرنسي انجلي عربية مام عربية ركزوا لها راح لغة من ايضا لانه بزيك منكم ينساوها بهمتو. عندكم مادة الحفظ راح تديروا فيها فلسفة شريعة اجتماعية لسانسيال مادة تحفظ. مادة عندكم من الخمسة ونص حتى الوحدة ونص راح تديروها راحة يعني ترقدوا فيها. لازم ترقدوا فيها ما تقعدوش يعني تريحوا بارك وترحوا في قصروا مع على فامي ولا. لا. لازم ترقدوا باش تريحوا وتقدروا انكم تكملوا المادة لخالي بعدها. لانكم صاهرين من ال 12.5 حتى الخمسة ونص. دونكي تلحق الفترة الخمسة ونص راح تكونوا قاو. لازم انكم ترقدوا. حتى الوحدة ونص. ولد اذا قدرتوا يعني انكم تنوضوا قبل تكون افضل يعني فهمتو. صح اذا ما قدرتوش الوحدة ونص ماكسيما ما تزيدوش فوقها. عندكم الفترة اللي بعدها هي من الوحدة ونص حتى الربعة ونص. هادي موش راح تديرو فيها راح تديرو فيها ثاني مادة اساسية. مادة اساسية وش راح تكون. اذا كنت سيونتيفي كما قلتكم. عندكم رياضيات علوم فيزيكي. اذا كنت لغات راح تدير فيها مادة من اللغات. راح تدير اكيد مادة مخالفة على هذه. اذا كنت هنا درت اسبانيول هنا راح تدير انجلي. اذا كنت درت هنا فرنسي راح تدير اسبانيول هكذا. اللي سانسيال يكونوا مختلفين ما يكونوا شكيف كيف. اذا كنت تنهار على الاقل تكونوا شكيف مواد اساسية. عندكم الفترة اللي بعدها هي من ربعة ونص حتى المغرب. هي اللي قلتكم فيها فترة يعني اختيارية نوعا ما. صختوا البنات اللي يكونوا يطيبوا. هذه الفترة تروحوا طيبوا فيها ما تقرأ وش. مي اللي يكون عندها خطها لي عندها وش كون يطيب ماماها ولا. اللي تكون مطيب. وش راح تجد تقرأ فيها مي خيرو مادة ثانوية. لش خيرو مادة ثانوية. لانكم راح تكونوا تعبتوا. والتركيز راح يكون بزاف هابط متاعكم. ثانتو. خيرو انكم تقرأوا مادة ثانوية. اذا كنتوا مثلا شعبة لغات اجنبية ديروا تمارين تعرياضيات. ديروا مثلا موافقات ولا دوال ولا. وستو بلاي اقرأوا المواد كي ما قلت لكم. لانو تحبطكم مواد الثانوية ستقوني راح يهبطوكم. ما تقولوش هي زعمة مادة ثانوية. المعامل ساحة جايزة ما ناقص ما يهبطنيش. نون. اذا اديتوا فيها تحت المعدل راح تهبطكم ستقوني. دونك المواد الثانوية تقرأوهم. ايه. ماشي ما تقرأوهمش. والمواد الاساسية تحضوهم شوية اهمية. مي ماشي تروحوا تقرأوهم مواد اساسية فقط. والمواد الثانوية تخلوها. نون. هذا اذا راكم حابين جيبوا الباك اذيك مانسيون. يعني نقطة مليحة معدل عالي. فهمتوا ماشي بتجيب الباك وخلاص. ومدا عندكم من المغرب الى العيشاء. هذي تكونوا فطرتوا فيها. بعد تغسلوا لماعين. صلوا التراويح. درالي ثاني رحوا يصلوا التراويح في الجامعة. تمشوا شوية وتهبط لكم هذيك الماكلة تريحوا بسكوا تحسوا رواحكم مقرأ فقال. وذلوش يعني انكم تقرأو. هذي الفترة راح تكون مخلطة يعني فيها الراحة وصالت. بعد عندكم الفترة الاخيرة في البرنامج الليلي هي من تسعة ونص حتى للحدياش ونص. وش تديروا فيها رح تديروا فيها مراجعة. مراجعة وشقرية وصباح. مواد كومبلي وشقرية وتراجعوهم. ولا انكم تديروا فيها مراجعة مادة الحفظ. وتكملوا مادة من المواد اللي ما كملتوهش. يعني اذا كان عندكم تمارين فيك شما مادة ما كملتوهش. تديروه في هذي الفترة. تكملوه هنا. وكما قلت لكم كل واحد لازم يشوف البروغرام اللي يخرج عليها البرنامج الليلي. كان في ام الناس نخرج عليها. البرنامج الصباحي. ل final two categories. انا كيفاش نعرف او ما من برنامج يخرج عليها. لازم لازم عليها ان انسييهم في زوج. البرنامج الصباحي ونسيينة البرنامج الليلي. كان سيسيهم كيفاش نعرف. Stall which نحس روحي ما تعبتش فيه بزاف ونجزت فيه بزاف يعني قريت يه بزاف ما واد بلا ما تعبت وحسيت روحي. هذا هو اللي تكمل فيه. المحسي مثلا برنامج صباح يسيو فيه نهارين ولا ثلثيام والبرنامج الليلي ثاني يسيو فيه نهارين ولا ثلثيام من بعده باش تقدروا تقرروا واش من برنامج يخرج عليكم هذا ما كان بالنسبة على فيديو تعليم ومشاء الله يكونوا عجبكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا حاولت إني نديلكم برنامجين للناس اللي يحبوا ينضوا صباح والله سوال للناس اللي تحب تقرأ في الليل إن شاء الله نكون فدتكم ولو بشوية لأنه بزاف منكم كانوا حاصلين في البروغرام وصوخته مع استرس على بالي باللي ما تقدروا ش تديروا بروغرام تحاولوا انكم يعني تنظموا مرواحكم لذلك أنا هاني معاكم درت لكم هذا البروغرام وكل واحد يخير وش يخرج عليه ومن الأفضل يعني أنكم تجربوهم في زوج يعني نهارين نهارين ولا جوسيبا أنا المهم تجربوه وتشوفوا بسكو لو كان ما تجربوش ما رحش تعرفوا ش هو الحاجة اللي رح تخرج عليكم أكثر بسكو بالاك كنتوا حاسبين يعني البرنامج اللي هو ليخرج عليكم ميك تجربوا الصباحي يعجبكم أكثر لذلك ننصحكم انكم تجربوهم في زوج وبعدها باش تديروا واش هو البروغرام يتمشوا عليه هذا مكان اذا كنت جدل للقناة ما تنساوش انكم تشتركوا تفعلوا الجرس وتديروا جامل الفيديو اذا عجبتكم وايضا سيتو بلاي بقطاجوها مع ماكسيمم تاع صحابكم بسكو على بالي بزا فرا ومحاصلين ايه هذا مكان تلاقوا في الفيديو الجاية أصلا بيستا كيريدوس اشتركوا في القناة